نحن في الدرس الأخير لا أصدق انتهينا بسرعة شديدة التحدث إليكم ممتع استمتعت بذلك وجوهكم مشرقة إذن نحن في الدرس الثامن أول شيء سأتحدث عنه هو ما هي الثلاثة سيناريوهات للمؤمنين الذين يخطؤون أريد أن أعرض عليكم هذا السيناريو الأول المؤمنون بين قوسين الذين يتساهلون في الخطية بسبب قساوة قلوبهم محصنون ضد معرفة حقيقة أنهم يجرحون قلب يسوع أذكر خادما عظيما للإنجيل نظر إلي ذات يوم وقال لي إنه سمع الرب كاد أن ينوح في داخله قائلا لماذا يريد شعبي أن يسلي نفسه بالأمور التي أدخلت المسامير في يديه لن أنس هذا ما حييت إنهم يكسرون قلب الله بلا أي مشاعر يتحدث الله عن هؤلاء الناس الذين من شعبه الذين يتساهلون مع الخطية في إرمية ثمانية اثنى عشر فهل خجلوا بسبب أعمالهم النجسة؟ لم يخجلوا ولم يعرفوا الحياء الصنف الثاني من المؤمنين وأنا أضع كلمة مؤمنين بين قوسين لأنني لا أحكم الله يحكم صحيح؟ لكن من يقولون إنهم مؤمنون تؤمن هذه المجموعة بكذبة أننا جميعا خطاط بالطبيعة ودم يسوع قوي بما يكفي لتحريرنا من عقاب الخطية لكنه لا يكفي ليحررنا من قيود الخطية إذن فهم يؤمنون بنعمة تكفر فقط لكنها لا تقوي لا تسيء فهمي النعمة تكفر إنها تغفر إنها مذهلة لكن النعمة تمكننا أيضا من العيش بطريقة تمثل يسوع صحيح؟ حسنا لذلك يقول الرسول بولوس لهؤلاء الناس في روما أصح 6 فماذا نقول؟ أن أبقى في الخطية لكي تزداد نعمة الله؟ بالطبع لا ويضع علامة تعجب نحن الذين متنا بالنسبة للخطية كيف نواصل العيش فيها؟ إذن الأول والثاني كلا السيناريوهين أرى أنهما يعتبران كريبتونايت الكريبتونايت هو الخطية المعروفة ماذا عن الصنف الثالث؟ من يصارعون ليتحرروا من الخطية يريدون التحرر لكن الخطية تمسكهم لم يكتشفوا بعض من كلمة الله كيف يمارسون إيمانهم ليتحرروا منها يخطئون فينكسرون لأنهم يحبون الله ويتوبون لكنهم يخطئون مجدداً للأسف أحد الأمور التي تقيدهم هي الشعور بالذنب والدينونة بسبب ما يقيدهم الشعور بالعار يجعلهم يستمرون في الخطية إن كنت أنت هكذا أريدك أن تسمع هذه الكلمات من يسوع قال يسوع إذا أساء أخوك فوبخه وإذا اعتذر أي تاب سامحه وإذا أخطأ إليك سبع مرات في يوم واحد وعاد إليك سبع مرات معتدراً فسامحه هذا ما قاله يسوع لماذا أذكر هذه الآية؟ لأن الكتاب يأمرنا أن نسامح كما سامحنا الله إذن لن يطلب يسوع مننا أن نسامح بلا حدود هكذا لو كان الله لا يسامحنا هكذا حسناً هذا هو جمال الأمر لا تسمح لنفسك أبداً بالشعور بالعار هذا ما لحظته في هؤلاء إن سقطوا في الخطية يعاقبون أنفسهم تعرفون ما أقصده؟ أنا لا أستحق الشفاء أنا لا أستحق أن أكون وسط هذه الجماعة لا أستحق هذا يعاقبون أنفسهم عقاباً متعمداً تعرفون ماذا يسبب هذا؟ يخرجك خارج دائرة قوة دم يسوع دم يسوع المسيح يغفر لنا دون أن نعاقب أنفسنا هناك غفران كامل في دم يسوع المسيح هذا السيناريو الثالث هو ما أريد أن أخاطبه في هذا الدرس الأخير سأضع نفسي أمام المدفع قليلاً سوف أشارك بقصتي في سن الحديث عشر أدمنت المواد الإباحية كان أصدقائي يرونني بعض المجلات وبدأت أنظر وأشاهد وقادني هذا إلى العادة السرية ومشاهدة المواد الإباحية وصار سلوكي بشعاً ومجنوناً أذكر وأنا في الدراسة الثانوية كنت أنظر إلى الفتيات وأتخيلهن عرايا وأتخيل خيالات جنسية وكنت لا أزال في الثانوية لذا عندما نلت الخلاصة في الجامعة عام 79 ما حدث هو أنني توقفت عن الشرب وتوقفت عن الشتيمة أيضاً لكن المواد الإباحية والشهوة الجنسية استمرت حين تزوجت ليزا قلت تزوجت أجمل فتاة لكنني استمرت على حالي ولم تتحسن حالتي بل ازدادت سوءاً وبعد عام بدأت أخدم وكان الأمر يسوء أكثر وفي عام 84 كانت إحدى خدماتي في كنيستنا هي أن أوصل المتكلمين الضيوف وجاء متكلم يضع لستر سامرل كان مشهوراً لأنه خدم بقوة في آسيا وفي الولايات المتحدة وفي كل العالم لكنه اشتهر بصفة خاصة بخدمة التحرير وأذكر أنني كنت معه وحدنا في السيارة كان هذا في خريف 84 وفتحت قلبي له فبدأ يوبخني كأب لي فاستمعت إلى كل كلمة قالها وقلت يا أخ سامرال أرجوك صلي من أجلي لك أتحرر فوضع يديه على رأسي وصل صلاة قوية جداً وماذا حدث؟ لا شيء حسناً علي أن أجد رجلاً له موهبة أقوى على حياته لا، لم تكن لتجد أي رجل أقوى من لستر سامرال ثم أذكر أن هذا الأمر حدث في خريف 84 ثم في الثاني من مايو 85 أعطاني شخص ما شقته لأستخدمها في الصوم والصلاة وفي اليوم الرابع من الصوم يوم 6 مايو 85 تحررت تماماً من إدمان المواد الإباحية ومن تلك الروح روح الشهوة الجنسية تحررت تحريراً كاملاً وكنت أقول لنفسي واو أنا حر ثم أذكر بعد عامين من السير في تلك الحرية بدأت أشعر بالحيرة وقلت يا رب لماذا لم أتحرر عندما صلى لستر سامرال من أجلي لقد اتضعت وشاركته وبدأ الرب يوريني حياة الصلاة الخاصة بي عام 2 و 3 و 4 و 80 كنت أصلي ساعة ونصف على الأقل كل يوم كنت أستيقظ في الخامسة إلا الربع صباحاً وأخرج لأنني كنت أصلي في الخارج دائماً وكنت أصلي حتى السادسة والنصف أو السابعة وكانت صلاتي هكذا يا رب استخدمني استخدمني لتحرير الناس استخدمني لشفاء الناس استخدمني للخلاص دعني يا رب أقود مدناً ليسوع وكنت أصلي بشغف شديد جداً أتفهمون؟ حسناً وفي آخر خريف 84 كنت أصلي ذات صباح وكنت أصلي بشغف وفجأة تحدث الروح القدس إلي وقال يمكنك أن تقود الناس اليسوع وتشفي وتحرر وتقود جماهير اليسوع وتذهباً للجحيم فقلت ماذا؟ فقال لي الروح القدس يهوذا ترك الكل ليدبعني يهوذا شف المرضى وحرر الناس ووعظ عن التوبة ويهوذا في الجحيم بدأت أتزلزل لم أرتعش بل تزلزلت كنت أنطفض حرفياً وأذكر أنني قلت حسناً أصدقك ماذا يجب أن أطلب؟ ماذا أطلب حين أصلي؟ فقال أن تعرفني عن كثب وهكذا بدأت أدرك في ذلك اليوم أن هذا ما كان يطلبه موسى وما كان يطلبه بولوس وداود أيضاً كل من انتهت حياتهم نهاية جيدة كان هذا أهم مطلب لديهم أن يعرفوه معرفة حميمة صحيح؟ يقولها بولوس هكذا قال بل إني أعتبر كل شيء خسارة بالمقارنة مع الامتياز لمعرفة المسيح وفي ترجمة أخرى بل إني أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح حسناً أنا كنت دائماً أسعى وراء الخدمة أكثر من معرفة يسوع أتفهمون؟ وهكذا فسر لي الروح القدس الأمر وقال لي حين فتحت قلبك لليستر سامرل كنت خائفاً من أن تمنعك تلك القطية من الخدمة التي دعوتك لها وقال لكن يوم الست مايو حين كنت صائماً كنت منكسراً لأنك تجرح قلبي حسناً والآن سأقرأ لكم شيئاً كتبه بولوس لكنيسة كورينثوس لم يكتبه لغير المؤمنين بل للكنيسة يقول في كورينثوس الثانية لكني الآن مصرور لا لأنكم حزنتم بل لأن حزنكم أدى بكم إلى التوبة ويكمل ويقول فقط حزنتم كما يريد الله وهكذا لم نؤذكم نحن في شيء فالحزن بحسب مشيئة الله يؤدي إلى التوبة والتوبة تقود إلى الخلاص الذي لا ندم عليه أما الحزن الذي في العالم فللموت لدينا حزنان حزن إلهي للتوبة والآخر هو حزن العالم الذي يؤدي بك إلى الموت إذا نظرتم إلى كلمة خلاص تجدونها لا تحكي القصة الكاملة الخلاص باليونانية الكلمة اليونانية سوتيريا وهي تعني أمان ونجاة وحماية من الخطر أو من الضمار دعوني فقط أفرز تعريف النجاة وحده والآن لنعود إلى كورينثوس الثانية ونقولها فالحزن بحسب الله يؤدي إلى التوبة إلى الخلاص تذكروا الخلاص سوتيريا أي النجاة تقود إلى نجاة لا ندم عليها أما الحزن الذي في العالم فيؤدي إلى الموت ها هم نوعان من الحزن إلهي وعالمي واحد ينجيك والآخر يميتك ما الفرق؟ لأن الحزنين يقولان أخطأت تذكروا بلعام قال أخطأت وشاولوا أيضا ويهوذ قال أخطأت صحيح حزناني واحد ينجي والآخر يجعلك تستمر في الموت ما الفرق بينهما؟ يتضح الفرق في حياتي ملكين إذا نظرتم إلى الملك شاول إن عدنا للملك شاول لقد عصى الله لم يطعه وقال ساموئيل العسيان كخطية العرافة صحيح؟ تعرفون ماذا قال شاول؟ أخطأت سأضعه على الشاشة قال أخطأت لكن أتوسل إليك أن ترجع معي اكرمني أمام القادة وأمام بني إسرائيل هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر ظهر cloudlibrary.org والآن إلى داود داود زنى وليغطي زناه قتل زوج المرأة أتى النبي إليه وماذا قال داود؟ لقد أخطأت إلى الله ثم بعدها في مزمور 51 يقول أخطأت إليك وحدك وفعلت الشر أمامك صحيح؟ لكي يثبت أنك على صواب فيما تقول وتربح تمت مواجهة داود ولم يهتم بمنظره وقع على وجهه وبقي على وجهه سبعة أيام لأنه كما قال أخطأت إليك وحدك شاول قال لساموئيل اكرمني اكرمني لقد أحرجتني أمام قادتي لقد أحرجتني أمام إسرائيل كلها أعد لي كرمتي إذن مركز حزنه هو نفسه إذن حزن العالم يقول ماذا سيحدث لي؟ هل سأدان؟ هل سأفقد الدعوة التي على حياتي؟ حزن الله يقول لقد جرحت قلبك أنت مدت من أجلي وأنا جرحتك أترون الفرق؟ إذن بدأ الله يريني شكل صلاتي وأدركت أنني في 84 كنت أصلي يا رب استخدمني استخدمني لأفعل هذا وذاك كنت خائفا أن تمنعني الخطية من الخدمة التي دعيت لها كان حزن العالم ولكن لأنني كنت أصلي يوميا بعدها بعد أن قال لي للروح هذا بدأت أصلي يا يسوع أريد أن أعرفك أكثر معرفة ممكنة وأن أحبك وأن أرضيك أصبح هذا مركز صلاتي وليس استخدمني لأربح الأمم إذن عندما كنت صائما في الثاني من مايو كان فكري أني أجرح قلبه هذا هو الحزن الإلهي الذي يقود للنجاة الحزن الذي يقود للخلاص حسنا هناك فرق لقد رأيت من قبل أناس يبكون وكان يبدو أنهم يتوبون لكن الروح قال لا يتوبون ورأيتهم يرتكبون الزنا بعدها بشهر واحد ثم رأيت أناسا لم يبدو عليهم التأثر لكنهم تحرروا بالكامل لكي أكون أمينا معكم المؤشر الصحيح للتوبة الحقيقية الحزن الإلهي ليس المشاعر ولا الدموع بل المؤشر هو هل القلب يتغير؟ هل أنتم معي؟ حسنا الآن التحرير قبل السادس من مايو 85 إن وجدت مواد إباحية حولي كنت أنجذب إليها كالمعدن للمغناطيس حقا كنت أذهل كم كان سهلا علي أن أجد المواد الإباحية أتفهمون؟ بعد أن تحررت استطعت أن أبتعد عنها والآن دعوني أقول وأنا في الشارع حين تمر فتاة ترتدي ملابس كيف يمكن أن أصف هذا غير جيدة غير لائقة أنظر إلى الأرض إلى جانب الطريق حين أمر بجانبها لكن هذا ليس أفضل ما يريده الله يريدني الله أن أنظر إليها وألقي التحية بدون أي شهوة حسنا الآن ماذا حدث؟ اسمعوا ما قاله يسوع يقول يسوع هذه الكلمات وستعرفون الحق والحق سيحرركم هناك فرق بين أن تنطلق حرا وأن يتم تحريرك حسنا أنظروا إلى الأمر هكذا يمكنني أن أطلق الكوب حرا من الماء بأن أسكب الماء فيصبح فارغا أو يمكنني أن أحرر الكوب من كل الماء بأن أحشر يدي داخله فتحل يدي محل الماء وفي ذلك الوقت سيصبح مليئا بيدي صحيح؟ إذن ما هي اليد؟ إنها الحق إذن الآن يجب أن يجدد الرب ذهني هل تتابعونني؟ سأقول لكم أول إعلان جاءني كل امرأة ابنة ربما لا يبدو هذا مبهرا لكم لكنه كان إعلانا لي كل امرأة هي ابنة لرجل ما وهكذا لم أعد أرى المرأة قطعة لحم أراها ابنة شخص ما ثم الإعلان الآخر لي ربما بعدها بأشهر لا أعرف المرأة مخلوقة على صورة الله إنها ابنة الله إنها مكللة بالكرامة حينها قلت لنفسي واو أقول بأمانة تطلب الأمر سنتين لكن الآن إن أبرقت المواد الإباحية أمامي أشعر بالإشمئزاز الأمر الذي لم أكن أستطيع الابتعاد عنه أبدا أصبح مقززا ولدي خبر ما فعله معي يمكن أن يفعله معك سمعت أناسا يقولون الرجال هم رجال ويجب أن تفهم أن هذه هي طبيعة الرجال هذا غير صحيح كنت مقيدا حتى النخاع والآن أنا حر لا لا تسيء فهمي أنا مولود وحي بيسوع لكن كانت الخطية مسيطرة على الجسدي كانت في فكري وفي جسدي لا أعرف الكثير عن اللاهوتيات ولست متما ما أعرفه أنني حر لقد تم تحريري هل أنتم معي؟ ثم اكتشفت قوة يسوع المسيح وأريد أن أعرض هذا ليقرأه الجميع هل يمكن أن نصدق أن نعمة يسوع المجانية يمكنها أن تحررنا من عقاب الخطية الأبدي ولكنها ليست كافية لتحريرنا من قيود الخطية هذا الكلام كذب هذا كذب مطلق أريد أن أريكم شيئا يقوله بولوس لأهل أفسس والله قادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلبه أو نتخيل حسب شدة قوته العاملة فينا ما هي هذه القوة؟ إنها نعمة الله يقول الله هذا كمال قوتي قوتي أنا تظهر في الضعف تكفيك نعمتي فكمال قوتي قوتي أنا يظهر في الضعف تلك القوة العاملة فينا هي نعمة الله فهي نعم تغفر وهي نعم تخلصنا وهي هبة مجانية لكنها أيضا تعطينا القدرة على الابتعاد عن قيود الكريبتونايت هل أنتم معي؟ حسنا في الختام لماذا تعتبر أفلام الأبطال الخارقين أكثر الأفلام شعبية هذه الأيام؟ فكروا فهناك الأفلام الكوميدية وغيرها وأفلام الخارقين لا يشاهدها الصغار فقط اسمعوا كنت في الطائرة في طريق العودة من نيوزيلاندا وقابلت امرأة كانت تجلس بجواري قالت أنا أشاهد أفلام الخارقين كثيرا أنا كبرى المعجبات بها وكان عمرها أكثر من سبعين تفهمون لماذا هذه الشعبية؟ لأنها تحقق لنا وضعا قد خلقنا لنكون عليه ولكننا لا نحققه قلت من قبل إن الكنيسة الأولى كانوا أبطال يومهم ونشتاق لهذا ولكننا لا نحققه انظروا إلى السوبرمان وفكروا ستجدون هذا نحن نستمتع جدا بأبطالنا الذين ينتصرون على الشر نشاهد فيلما كاملا لهذا خلق الله البشر ليكونوا كما يقول في تكوين واحد سبعة وعشر على صورته يعكسون طبيعة الله لكن هناك جزء من طبيعة الله لا نتحدث عنه سوف أريكم إياه في كتاب الخروج خمسة عشر ثلاثة ماذا يقول؟ يقول الله محارب تفهمون؟ هل فكرتم في كونه محاربا؟ حسنا إنه محارب ضد الظلم هذا جزء من طبيعته لا نتحدث عنه كثيرا إشعياء 42 يقول سيخرج الله كرجل قوي للحرب إنه البطل الحقيقي الخارق الحقيقي وكمحارب استيقظ غضبه يهتف ويصرخ ويظهر قوته على أعدائه المحاربون يحاربون الظلم صحيح؟ هل سبق ورأيتم محاربا خاملا؟ هل سبق ورأيتم محاربا خجولا مثلا؟ جابانا؟ لا المحاربون شرسون كما أنهم يتغذون على ما هم مدعوون له قال يسوع هذه الكلمات طعامي هو تنفيذ إرادة ذاك الذي أرسلني ما هي إرادة الذي أرسله؟ لماذا أرسله؟ يقول الكتاب ولهذا جاء ابن الله كي يدمر أعمال إبليس هذا هو السبب يسوع المسيح محارب ونحن مخلقون على صورته هل تسألت لماذا قال يسوع لكل كنيسة من الكنائس السبع من ينتصر ومرة من يغلب؟ قال هذا لكل كنيسة منها على حدة كيف خفف الناس من هذا؟ يقولون هو المنتصر ونحن في المسيح وبالتالي هذا يجعلنا بالتبعية منتصرين لا هناك جزء ناقص قال يسوع هذا للكنائس إن كانوا منتصرين أصلا لماذا قال من يغلب؟ إن كانت حقيقة واقعة لأنهم في المسيح نعم إنها حقيقة روحية أنا في المسيح أنت في المسيح أنت في المسيح إذن فنحن لنا هوية المحارب الحقيقي لأنه هو محارب لكننا أيضا نعيش حياة المحاربين إذن كيف ننتصر إن لم يكن هناك ما ننتصر عليه؟ هناك ليكس لوثر حقيقي ليكس لوثر حقيقي واسمه إبليس ولديه جماعات وتعرفون؟ بالضبط كما أن ليكس لوثر لا يقوى على السوبرمان كل ما يمكنه أن يفعله هو أن يجعله يتواصل مع الكريبتونايت ليكس لوثر الكون تم نزع سلاحه تم نزع سلاحه بالكامل نزع يسوع كل أسلحته منه الطريقة الوحيدة التي يقوى بها علينا هي أن يجعلنا نتواصل مع الكريبتونايت الروحي أتمنى بعد هذه الدروس الثمانية وأريد أن أؤكد على أهمية قراءتك للكتاب لأن هناك كلاما كثيرا لم أقله من المهم جدا أن تقرأه لتحصل على معرفة الله في داخلك لكي تقدر أن تقف ثابتا أمام ليكس لوثر أو جماعاته حين يهاجمونك حين يحاولون تسليمك للكريبتونايت دعني أقول لك ما يفعله هو أنه سيريك المنفعة اللحظية وليس العواقب البعيدة لا تسقط في هذا الفخ مجددا أؤمن أنه بعد هذه الدروس الثمانية وبعد قراءة الكتاب ستثبت وستعرف الكريبتونايت وستحاربه أسعدني وجودي مع جاستن وماتي وأردن وأنت يا بروك أشكركم كثيرا أسعدني الحديث لكم دعونا نصلي ونطلب تحرير الله أبانا في اسم يسوع أصلي من أجل كل رجل وكل امرأة تشاهدنا يا رب لا يوجد حدود مكان ولا حدود وقت في الروح حضورك موجود الآن معهم في مكانهم أشكرك كثيرا الآن أيها الآب لأن كلمتك تقول إنك تعمل فينا أن نريد وأن نفعل من أجل المسر أتحدث إلى قوات الظلمة التي خدعت أتحدث إلى الكريبتونايت الذي نزع قوة أخي أو أختي وأضعفهم أكسر قوته من على حياتك الآن وأنا أطلب قوة لروحك لتترك الشيء الذي ظل يعطلك كثيرا أقيد باسم الرب يسوع المسيح الكلمات التي قيلت عليك وجعلتك أسيرا أنا أطلق في حياتك الآن مسحة الله وقوته لتتمكن من الثبات والابتعاد عن هذه الخطية التي اكتنفتك بسهولة أصلي باسم يسوع أن تترد بعيدا كل تلك الأحمال والخطايا المحيطة بك وتسير في حضور الله الحي القوي وأن تكون أنت البطل الخارق الحقيقي لهذا الجيل أباركك في اسم يسوع أصلي أن تحميهم يا أبي باسم يسوع آمين آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة